بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله اليوم كيف ما كتشوفوا معايا عجينة رائعة دهبية غادي تصلحوها لجميع الفطائر ديالكم غادي تخرجوا منها المملاحات لشهر رمضان إن شاء الله وغا تكون هي المعتمدة وكذلك البتيبان وليشنيك وأي حاجة حلوة غادي تلق لكم لهذا الفطائر هذي خليكم معايا بشوفوا المقادر والطريقة ديالتحضير ديال هاد الوصفة هذي وما تنسوش لايك الفيديو إلي عجبكم فضلا وليس أمرا وكذلك شي تعليق جميل لأن تعليقكم كتهمني في صراحة كان بغي نسمع التعاليق ديالكم والرأي ديالكم وإي حد حضر الوصفة ونجحات معايا يخلي لي تعليق باش نستفد منه حتى أنا ندوزو على بركة الله المقادير ديال الوصفة ديالنا أول حاجة عندي هنا يا كيف ما كتشوفوا يعني هي مقادير بسيطة وسهلة أول حاجة غادي نبدأ بزوج ديال كووس ديال الحاليب الدافئ أو ما يعادل ربعمية ميليليليتر الحالي بيكون كامل الدسام يعني ميكونش منزوع الدسام ولكنا عندكما عندكما ما عندككش الحالي بكامل الدسام غادي نعطيكم واحد الأستيثوش واحد الطريقة اللي هي زوينة غادرو весь مخش معاها تقريبا واحد جوج أو ثلاثة المعالج غادي نحتاج كأس مملوء من الزيت النباتيه او ما يعادل 120 ميلي لتر غدي نحتاج هنا يا عسل نحل غدي نحتاج جمع القكبار او انتو ما تقدرو ما عندكمش العسل ديروا غير عسل ما عندكمش عسل نحل ديروا عسل عادي او ديروا السكر انا كنحاول نتفضى السكر الابيض فكنحاول ندير العسل لانه 8 دياله في صراحة عدنا ماشي غالي بزاف ونصيحة للناس اللي تيشري والعسل وكيترمل لكم فوضعوا العسل في المو جميد وما غديش يتجمد علاش لان العسل عمرها ما كتجمد لان فوقشكة العسل كترجع لنا مرملة مني كتكون لاتمبيراتور ايديال يعني كتكون لاتمبيراتور يعني ماشي باردة وماشي سخونة ثم في هذيك الدرجة هذي كيترمل لنا العسل ولكن إذا كان العسل في درجة حرارة قلة من الصفر ما كيجمدش أنا كنحط لعسل فشكن شريفية مثل برد كيف ما انتم معارفين كنا دايما عندنا فصل الشتاء حرارة ما كنتنتنزلش على أقل ما يمكن غدي تكون عندنا هي ناقص عشرة ناقص تناش ناقص ربعتاش يعني دائما عندنا ناقص عشرين وكتر فكنا نحط في البالكو ما كتجمدش ما كترجعش مرملة كذلك غدي نحتاج هنا يا ملعقة من الخاميرة الفورية وغدي نحتاج أبيض بيضة الأصفر غدي نخليه على جنب باش ندهن به لوجه ديال الفطائر ديالنا البيضة بطبيعة الحال هتها هي كتكون بحرارة المطبخ كنفصل هذك للصفر على البيض وكنحط الصفر على الجنب وغدي نبدأ كنخلط هاد المكوينات هادو حتى كتندمج ليا ديك ديك الخاميرة مع هذوك المكوينات وكتبدأ كتدوب هاد المرحلة هذي ضرورية أننا نحنا كنخدم هذي المكوينات هادو مع بعض وكنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد المدة ديال عشرة دقايق حتى كتتفاعل ليا الخميرة مع هادوك المكوينات هذو وضغية غدي تتفاعل علاش لأن عدنا الحليب دافئ يعني الحليب ره ماشي غليان مجرد دافئ صافي وكنحطها هاد المكوينات هذو وكنحطهم علاجا حتى يختمر ليا الخميرة وانطلقاوه من بعد إن شاء الله هنا كيف ما شفتوا الخميرة هذي تفاعلات غدي نحاول نخلطها شوية وغدي نضيف هنا يا واحد القبصة من الملح لأن الملح ضروري فهد الفطائر هادو يعني غي السكر بوحده ماشي كافي غدي نخلط هاد الملح هادا مع الخالط ديالنا وكيف ما كتشوفوا عندي هنا يا الدقيق نوعية ممتازة ومغربل أو منخول غدي نضيف عندي هنا يا خمسة الأكواب ونصف ديال الدقيق أو ما يعادل 600 جرام أو 650 جرام الدقيق را كيبقى على حسب النوعية دياله يعني لك كان الدقيق كيشرب لنارة غدي نستعملو قل ولكن ما كيشربش غدي نستعملو كمية أكتر هنا كنبدأ أنا بطبيعة الحال ما غنخلطش الكيمية كلها كنبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية هنا استعملت النصف ديال الكيمية وغدي نضيف عليها مع القصغيرة ديال خاميرات الحلويات أو البيكين باودر صافي وغدي نبدأ نخلط هاد المكونات كل المرة كنخلط كنضيف الدقيق يعني كان بدأ كننخلط شوية بشوية ووقت ما كتبالي العجينة أنا مازال خاصة كان بقى نزيد الدقيق لاحظو ما كانزيدوش كله يعني كان بقى نضيف شوية بشوية حتى نحصل على القوام اللي أنا باغا العجينة ديالنا را كتكون شجارية را كتكون شوية قاسحة يعني ما غصاش تلتصق لنا بالأيدي هنا غنحاول نستعمل يدي ونعجن العجينة مزيان يعني كندلكها هاد العجينة هادي محتاجة أن نحنا ندلكوها شوية يعني ما شغل كنخلطوها ونحطوها فهي محتاجة تدلك لاحظو معايا أنا بقاتلي ما هذيك ستمية وخمسين قرام بقاتليا تقريبا واحد لخمسين قرام او ستين قرام هاكيك صافي ما غديش نزيدها لانا الدقيق عطاتني لاحظو معايا العجينة ديالي قاسحة غطيتها بالبلاستيك الغذائي وخليتها حتي الضعف الحجم دياله غتاخد لي مبين ساعة حتى لساعة وناسف هنا غنجيب الجبن الأبيض فتة او ممكن انتوما مثلا في الدول العربية او في المغرب عندكم هذيك الجبن البلدي اللي تناخدوه من المحلابات هاتجيبوه وتفتو بهالطريقة هذي تكرج عرقيق بزاف ومن بعد غذي نضيف عليه هاتجيبوه ومن بعد غذي نضيف عليه المعدنوس او البقدونوس اعتذر مفروم تقريبا ما يعادي ربعات لمعالق كفار نضيف ملح لان هذا الفخوماج مالح الفخوماج المثلت مالح نضيف ملح لعجين نضيف ملح لعجين نقطع ملح لعجين نضيف 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 ملح لعجين نضع جهة في الطبق الذي يدخل الفرن نضع جهة في الطبق الذي يدخل الفرن نضع جميع الحجم كما نضغط الأول نجمع الجوانب بنفس الطريقة نجمع الجوانب نحاول نجيبهم قد واحد او شكل واحد نجمعها بهذه الطريقة نستفهم في الطبق نجمع الكيمياء نجمع الجوانب نضيف الحليب نضيف الحليب نبعه سيطح البخش فران نستخدم حلقة نقص النقود حرارة نراجع إلى 180 او 170 دراجة ثم نقص درجة الحرارة لكي لا تحرق لنا الفطائر قبل أن نسخن لهم الوجيه سوف نقوم بتحضير سيمسيم اضعوا اي شيء عندكم او ممكن تخليوهم بلا شيء من اللي غادي نساليهم كاملين كيف ما قلت لكم غادي ندخلهم الفرن اللي تكون عندي حامي ومشعول غير من التحت مشي مشعول من الفوق من التحت لانه ليش عناهم من الفوق من التحت فما غاديش شي طيبو لنا من الداخل وغاديتحرق لهم الوجه ديالهم وما غاديش تكون النتيجة اللي احنا باغين فمال احسن انكم ندخلوهم الفرن يكون مشعول من التحت على ميتين درجة ومن بعد فاش كن بغادي ندخلوهم نقصو الدرجة الحرارة بطول حرارة شوية باش ميجيوش لنا من الداخل مع الجنين سافيدة بغادي ندخلوهم الفرن ونطلقو من بعد من اللي يوجدو لنا الفطائر باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم وكيفاش كيرجعوا بصراحة كيجيو ولا اروع انا يلاحظوا معي الحجم ديالهم الضاعف شكله هم راقي راقي بزاف يعني هادو مجرد ما زال ما تخلوص الفرن وهادو بعد ما طابوا لاحظوا معي كيفاش كيرجعوا شكل ديالهم كيشهي ما شاء الله يعني انا شتو كنتم بعدة وحدة على وحدة ومع ذلك كيكبرو كيضاعف الحجم ديالهم شكل دهبي قطني ولا اروع عزينة او شا نقول لكم ماشي عزينة هي شا نقول لكم شا نقول لكم شي حاجة سحرية اللي ما غاديش تستغنوا عليها وغادي ترجع هي المعتمدة عندكم غادي تحضروا بها جميع الفطائر ديالكم جميع المعجنات ديالكم انا قطلكم ولما لا تستعملوها حتى اللي كخواصن او البتيبان او اي حاجة بغيتوا تديروها شكلها شوفوا معي كيفاش كتجي مورقة ما شاء الله ما شاء الله نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم تكون لتريدة ديالكم ما تنسوش انكم تبرتجيوها مع الاهل والاصديقاء باش تعمل فائدة وما تنسوش كذلك من لايك الفيديو وما تنسوش شي تعليق جميل وتخليوا لي الاراء ديالكم والناس اللي يطبقوا الوصفات ما تنسوش تواصلوا معايا في الانستغرام ولا في الفيس على الميسانجر ديالي وتخليوا لي الصور ديال الفطائر ديالكم ما بقى ليا الا نقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة